رقم اتنين بيقول لي متى تصحو من نومك متى تصحو يعني تستيقظ متى تستيقظ من النوم محتاجين اجابة فيها شبه جملة جر ومجرور هنقول مثلا استيقظ من نومي في الصباح طيب تعالوا نشوف كده معايا شبه الجملة اللي احنا كوناها استيقظوا او اصحوا من نومي في الصباح في حرف جر والصباح اسم مجرور يبقى شبه الجملة ده جر ومجرور طيب تعالوا نشوف السؤال بعد كده عايز نفس السؤال ده بس يكون اجابته فيها شبه جملة ظرف طيب يطر هقول ايه متى تصحو من نومك ها هقول مثلا اصحو من نومي صباحا او مبكرا ها اكتب اصحو من نومي او اصحو صباحا او ممكن اقول اصحو مبكرا اي اجابة فيهم صباحا او مبكرا بتعبر عن زمان فبنعتبرها ان هي شبه جملة ظرف طيب تعالوا نشوف السؤال التالت بيقول لي ايه اين يعيش السمك وعايز اجابتك يكون فيها جر ومجرور هقول ايه ممتازين هقول يعيش السمك في البحر في الماء نلاحظ كده يعيش السمك في حرف جر والبحر اسم مجرور اذا الجر والمجرور ده شبه جملة طب عايزين اجابتنا يكون فيها جر ومجرور بس نوعه ظرف فممكن نقول احسنتم جميعا هنقول يعيش السمك داخل البحر وسط المياه طيب يبقى احنا كده داخل عندي هي كلمة بتعبر عن ظرف المكان اذا داخل هي شبه جملة ظرف مكان شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الان